البعض يقول أن أمير لا يعمل على تطوير المحتوى وتقديمه باستمرار اللي يتقدمه أنت شلون يعني؟ ما طورته ما طورته؟ اي ومدت تقدم باستمرار مهوانيات شلون ما طورته وأنا بديت أصور كاميرا أشدها بشجرة أشدها وأفتح كيو وأجوقه قدامها وأصور بعدين إجاني عمل بإيران بعدين إجاني عمل بمصر شلون ماكو تطور بها المرحلة؟ محتوىك شخصيا مهواني اللي وياك السكتشات أنا ما أقصد أنه نجدتك دعوة آه 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 يكيد بيكواليتي وكذا أنا بالنسبة لي أمن بديت أشتغل لحد هاي اللحظة أنه جاي أقدم كامير كممثل كل اللي شاركوا وياي ما ريد أقول أنا صاحب فضل عليهم لا مع احترامات الكل اللي اشتغلوا وياي بس كلهم أنا جبتهم وظهروا وياي ساعدوني جاي ساعدوني أمير يطلع الموهبة العدة طيب التطور أنا أحكى عن موضوع التطور كمحتوىي أنا محتوىي معروف والمشاكل اللي صار بداخل بيت العراق شريد أطور بيها مثلا شريد أطور يعني اختلق مشكلة أنا بس فترة من الفترات ما شاء الله يعني حققت نجاح كل شيء الحمد لله مسلم راح أطيك فد شغلة فكر بيها 13 مليون 14 مليون هاي نفسه لك 13 مليون منو حالياً بمشاهيرنا او اللي يقال اللي جاي يقول يقولون يوصلك 13 مليون آخر فيديو له ويترك صال لست شهر ما ننزل ولا فيديو صح انطيني واحد من عدهم يوصل هذا الرقم ويترك ما أحس نفسي جاي أسوي شيء اللي أريده مسلم هاي البساطة اللي جاي نسولب بيها ما أحسها جاي يتقدمني يعني أنا أتعب وأقعد من الساعة بالخمسة الفجر وارجع بالليل وارجع بالليل وارجع للبيت أقعد أشتغل مونتاج وكلر يعني أصح اللون مالته أو أشوف الصوت وبعدين أنزل وشنو موضوع متعب إن كان ماديا فان الحمد لله وشكر إن كان أنا جاي أشوف نفسي جاي أسعد هو أتى جاي تقول ماكو تطور ليش ماكو تطور لأن ما حد راح يجي يقول لك تعال انت سويت شغلة زينة تعال خل أنطيك شغلات أقوى تعال خل أسوي لك ورشة تعال خل أقدمك تعال خل أخليك تطب بشخصية أو بكاركتر مختلف عنك وأنم الموهبة اللي تصير بداخلك ماكو فأنت ما دام جاي تشتغل وتتعب وشوف نفسك أنت حققت هذا الشي وجاب المشاهدات وجاب فهد أرقام وميزة بس مو اللي أريده شون اللي تريده واحد منهم فيلم مصر هذا اللي أنا حابه وهذا اللي طبيت بي فرصة بالعراق ماكو ما أجدتك من نزل الفيلم لحد الآن هواي دروا مغلسة وهواي أجدتهم دعوات للفيلم وما حضروا أصلا